عدنا بكم مشاهدين الكرام لباقي حصة بالمكشوف بعد أن توقفنا في الجسء الأول لمدة ساعة تقريبا حول فاجعة أمس والذي حدث لفريق مرودية البيض في طريقه من البيض إلى مدينة تيزي وزو نتقل الآن إلى الموضوع الموالي لخص المنتخب الوطني وقائمة الخضر تم إعلان الكاف عن قائمة الخمسين لاعب التي تم اختيارهم من طرف الناخب الوطني لتمثيل الجزائر في قائمة موسعة القائمة النهائية ستضم سبعة وعشرين لاعب إلا إذا اختار الناخب الوطني ثلاثة وعشرين فقط مثلما حدث مع منتخبات أخرى منتخب أنغولا مثلا اختار 23 لاعب فقط الناخب الوطني الأنغولي يعطينا قائمة منتخب أنغولا الذي اختار 23 لاعب ولكن فيها 23 لاعب فيه نجم فيورنتينا أنزولا الذي رفض رسميا المجيء للمشاركة في كأس إفريقيا القادمة اللاعب فيورنتينا أحد نجوم أو نجم المنتخب الأنغولي رفض المجيء رسميا للمشاركة في نهائية كأس إفريقيا بيكو ديفوار في حين المنتخب البوركينابي الذي ستواجهه الجزائر في المباراة الثانية بعد لقاء أنغولا أعلن عن قائمة السبعة وعشرين سبعة وعشرين لاعب اللي رح يمثله بوركينا فاصو في نهائية كأس إفريقيا التي ستنطلق يوم 15 أو يوم 13 جنفي والنهائي سيكون يوم 11 فبراير بأبي جونغ سبعة وعشرين لاعب أعلن عنهم فيلود في قائمته في حين منتخبنا الوطني لحد الآن القائمة الموسعة اتضحت ولكن قائمة السبعة وعشرين أعتقد أيضا أنها اتضحت بنسبة كبيرة السبعة وعشرين اسم الأول من واحد إلى السبعة وعشرين هم الأسماء اللي رح يمثلونا في نهائية كأس إفريقيا بدليل أنه الأرقام تعلعبين راهي كما توضح مصطفى زغبة رقم واحد عيسى مندي تنين اللي هو يحمل الرقم تنين قيطون رقم ثلاثة طوقاي رقم ربعة طوبا يحمل دائما الرقم خمسة زروقي يحمل الرقم ستة محرز يحمل الرقم سبعة يوسر بليلي أيضا يحمل الرقم ثمانية في نهائية كأس إفريقيا ألفين وتسعتاش بغداد بو نجاح فغولي رقم عشرة عوار رقم حداش والناس يحمل الرقم طناش عادة سليماني يحمل الرقم تلتاش عادة شايبي رقم خمستاش موندريا يحمل حارس الأول يحمل رقم ستة بوداوي نعم نسيت بوداوي بوداوي رقم أربعة العروسي رقم سبعة عمورة يحمل رقم تمنتاش في إشارة لرقم الولاية تاولية جيجل دائما يحمل الرقم تمنتاش زرقان رقم تسعتاش في إشارة لولاية ستيف عالطال دائما مع المنتخب الوطني بالرقم عشرين بن سبعيني رقم واحد وعشرين بن ناصر تنين وعشرين وهو الرقم اللي مولف متعود يحمله في نهائيات كاس إفريقيا دائما مبولحي بالرقم ثلاثة وعشرين أي تنوري بالرقم ربعة وعشرين بن طالب خمسة وعشرين الباقي الأسماء هذو خمسة وعشرين لعب لتزوج أعطينا باقي القائمة منفضل القائمة الموالية وسامة بن بوت الرقم ستة وعشرين وسبعة وعشرين أمين قويلي أعتقد حسب رأي أنه هذو من السبعة وعشرين اللي رح يكونوا في نهايات كاس إفريقيا الباقية لا كاين العروسي شفناه جزء عليها كاين العروسي نعم بدر الدين بوعناني رقم ثمانية وعشرين قادري بالعيد زين الدين رقم ثلاثين لو صيف بالرحمة عبداللي حماد عبداللي رشيد غازة الذي لا يلعب تماما مع ناديه وتم تسريحه فيكتور نكحة اللي يلعب في سيلي في أمصلال في القطر هو أوندي ديلور أيضا لا أعتقد أنه ما سيكونوا في المجموعة زفان اللي يلعب في كلير مونفوت أيضا بعيد كل البعد عن المستوى حاليا ليريس أيضا أيمن محيوس حجام محمد بشير باللومي بالهندي الحارس تعنيس اللي يروا حارس تاني ياسين ابراهيمي غرافة متواجد في الرقم ثلاثة وربعين أيضا بلال ابراهيمي وبدران أيضا لاعب ضمك قايا مربح الحارس طونجا وجمال الدين بالعمري مدافع مولودية الجزائر الملالي وفوزي غلام ليلعف البطولة التركية وآخر أمير سعيود هو الأخير في الرقم خمسين قراءتك الأولية سامير العماري لهذه القائمة هل أنت مع أنه الأمور اتضحت من واحد إلى سبعة وعشرين ربما إصابة عوار لأن هذه القائمة وضعت قبل 14 ديسومبر قبل إصابة عوار عنده نيزاة ديكتور وغيابه لثلت أسابيع إلى ربع أسابيع ممكن هو الوحيد اللي يتم تغييره البقية تظهر بأنه السبعة وعشرين الأولين هم اللي قرب إلى الواقع شوف أردو أننا نظن أن الكاف كشفت الأمور وبلش ولا داروها كما يقولوا إكسبرين ولا ما داروها شي إكسبرين ميسكي سيرسي كيفانت ستجو اللي روحوا اللاكو بضافريك تعالى السيليكسون أرجيريان أم بينين قدامك إذا ما كانش هناك إصابات إصابات يعني خطيرة تمنعوا يلعب لك بضافريك إذا ما كانت قدامك ما أعتقد الليست منطقية ما عدا علي بن شيخ كي يكونوا نهدروا نتكلموا في الليست قال لك العروسين ما نضنش والعروسين ما روشي لعب تماما كان كاين وكان كاين وكان كاين وكان كاين ما تلقاش العروس يقديروا حتى وما وشي يلعب في نادي ما عندوش خيار واحدة كونت دي حجان مام حجان أوش بعد تحدث على غلام روشي لعب وعندو تجربة في حسن غلام صافي بلزير راني ما لعب شكرا 6 سنوات تقناش دو جور لاندمان جيبو تقدر جيبو على ما تقناش صافي لانطن ما لعبش مام ما لعبش حال عندو ملي حبس لكي كي 2017 واقع 2017 جنس جنس بن ناصر أيضا موجودة بن ناصر يفعل الرملية أبارتير دو مومو هو قال بن ناصر نقدر نلعب لكي فلن رملية هل ستتولار أو لالالا لكن لا يمكننا تجد جيد نعم الأحسن هم الموجودين تقريبا في القائمة راشيد عباد بن ناصر حسب المعلومات التي بحوزاتنا يقال بأنه فيه اتفاق مع نادي ميلو آسي لأنه لا يشارك ربما في الدور الأول يعني يبقى يدرب على المجموعة ويشارك بانتظام في التدريبات طبعا ولكن يلعب إذا تأهدت الجزائر أبارتين يعني يكون خداء كونفيونس أكتر وخدار بناء البعض يقول ممكن الاتفاق جارع على أنه يلعب بداية من الدور توم النهاء إن شاء الله هو بالناصر مدام يكون وجوده في قائمة سبعة وشرين هذا دجا مهم جدا لأنه حلقة قوية جدا في وسط ميدان الفريق الوطني وأنه يعني غير كما أرجع لكن ولا تفاهموا هكذا سيتيم بون صوز لكن أنا نظن نظن بالناخب الوطني لا يمكن أن يجعله تروام وليس لا يلعب كامل بعد يلعب 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 وانكاردور 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 كما لعبوا لدى نمار ستيفانو بيولي كان يدخل وانكاردور 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 اليوم كان تصريح المدرب عمورة الفجأ ونتكلم وقال أتمنى أنه لا يشارك أتمنى أن عمورة لا يشارك فيش كأس فريخية للأمم هذا تصريح غريب وغريب جدا مدرب من الحق يقول لك بدأ بيانكاردور جوار تحر لفاص فينا كوبدا فريك تعال لابين كلهم سيديدات فيفا تركوهم هل جوار فيورنطيلا قال من جيش من جيش هذا القائمة كانت منتظرة منذ وديت سينيغال ومعصر 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 نفس تركيبة لعبين التي كانت تدور في الفريق الوطني لم يكن حتى شيئا جيدا ربما لدي معلومة ربما لا يجعل ربع حراس ربع حراس في القائمة نعم حسب آخر الأصدق تقول بالله راح يدي تدح الرأس وحوالي تكلمت عنه 90% هذي يخدر ومعصر عوار يخدر رمزه برقادري ممكن برقادري لكن اليوم وينحي حارس وينحي يجيب جوار يخدر يجيب عناني عناني لبريسي كاتر سومان كاتر سومان بواناني صعب جدا ربما نحي حاسي تجيب العيد رغم أن شفت مبارا من ماندي ماريال مادريد يعني لعب 90% لكن خسروا ب4 أو 5 أو 4 كان مردو تتعو فيه والي لأنه عنده بزاف ما لعب خاصة أن تلعب أمام فريق مادريد مدنو مهم أنه أرجع للمنافسة علي بالشيخ ما هو تعليق على القائمة 27 لو تعود تعطينا القائمة 27 بالأرقام هل هذه نقوله 99% 98% هي لليست فينال التي ستتمثل الجزائر في نهاية كأس إفريقيا للأمم أعتقد أنها نحية عوار ونحية العروسي العروسي تعتبر ما لا يخطر شي يكون أنا لا أقول لك لدي معلومات حسب رايك جوفلير لا يدهش هو عوار مبليسي هذه مبليسي مبليسي نحن لا أعتقد هذا مبليسي 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 تحدي مبليسي الساسفي. اللي رأسي أدكم.